موسيقى أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري في المستهل استشهد عدد من المواطنين ووصيب أخرون ليلة الخميس وفجر الجمعة في غارات صيونية على مدينة خان يونس ورفح جنوب قطع غزة وفدت مصادر محلية باستشهاد عشرات المواطنين بينهم أطفال ويصابة آخرين في قصف الاحتلال عدة منازل وأحياء في مدينة خان يونس جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطع ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحة جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة كما قصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلاح وغزة والنصيرات وجباليا ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحة كما استشهدتنا عشر شخصا على الأقل ووصيب العشرات فجر الجمعة في قصف صهيوني استهدف مدرسة تأوي نازخين في خان يونس جنوب قطع غزة وتوصل القصف المدفعي على مناطق متفرقة بخان يونس الجمعة كما تجددت الغراط الصهيونية واستهدفت مناطق مختلفة في المكان بما في ذلك هذه المدرسة قالت كتيب والقسام إن مقاتليها تمكنوا خلال الـ 72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية صهيونية كليا أو جزئيا وأضفت القسام في بيان لها أنها قتلت 36 جنديا وأوقعت عشرات الجنود الصهايين الآخرين بين قتيل وجريح كما تم الاستلاء حسب تأكيدها على عتادي ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات الصهيونية المتواغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد الاشتباك معهم من مسافة الصفر استهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم كما كشفت القسام عن استهداف كتائبها مقرات وغرفي القيادة الميدانية ودك تحشدات العسكرية بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة تلمدى في كافة محاور القتال بالإضافة إلى توجيه رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمدية مختلفة إلى داخل الكيانية الصهيونية قال مسؤولون أمريكيون إن مستشار لمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن جاك سوليفان سينتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة الجمعة وفادت مصادر أعلامية أن سوليفان سيناقش مع عباس آخر التطورات في قطاع غزة ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الدفة الغربية المحتلة فيما قال البيت الأبيض إن محادثات سوليفان في المنطقة تركز أيضا على استئناف هدنة إنسانية مؤقتة في القتال لسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن المحتجزين في غزة فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلية الجمعة منزل عائلة المعتقل حامد كيد صباح وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي في بقرية عريف جنوب نابلوس وأفادت مصادر أعلامية محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت قرية عريف وحصرت منزل عائلتي المعتقل صباح وأخلت العائلة بالقوة كما أخلت المنازل المجاورة قبل أن تفجر المنزل الذي يقع في طابقه الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاث طوابق تسكن فيها أربع عائلات من ستة عشر فردا وفي وقت لاحق هدمت قوات الاحتلال منزل عائلتي المعتقل زياد جبريل الصفدي وتصنف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين في إطار سياسة العقابة الجماعي التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ختم الموجزة الإخباري إلى اللقاء اشتركوا في القناة